الحقيقة الأهرام نشرت أن الأهل بيوافع على المشاركة في دور الصبر الأفريقي قال لي ما أخطرش بشكل رسمي لكن كمان وكالة الأنباء الفرنسية نشرت تأرير مع الأندية بقى وموافقتها على الفكرة الأندية كلها رحبت بقرار الكاف طبعا وتوجه باترس موتسبي بإطلاق هذه البطولة بربارة خايمي جونزالس الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني قالت في تصريحات للموقع الرسمي للكاف أنها سعيدة للغاية بهذا الحدث الكبير وبهذا التطور وقالت أن كرة القدم بتدور حول الأعمال التجارية في كل مرة يأتي فيها المزيد من الأموال يكون هذا أمرا إيجابيا للغاية بصفتنا نادر نحن سعداء جدا بإطلاق دور الصبر الأفريقي الآن ولا يمكننا الانتظار أبدا حتى يبدأ العام المقبل يعني مستعجلة جدا الست قالت لا ما تقول لاش يا مستر باترس دانيس هايبدأ السنة الجاية ده حنا عايزينه دلوقتي هو طبعا الإشارة كلها هيبدأ السنة الجاية إن شاء الله ما هو ليه ما زينبي يعني بقاله مدة مش ده سنبا التنزاني سنبا طب سنبا ده بقى الذي لم يسبق له الوصول إلى أدوار متقدمة يعني عنده فرصة في النظام ده جيسيكا متاونج دي مديرة التسويق في كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا قالت إن دي فكرة رائعة جدا إن يكون عندك بطولة أخرى يمكن للفرق أن تتنافس عليها وكسب المال أيضا مهم جدا في الاحتراف لكن دعونا ننتظر المزيد من التفاصيل حول البطولة سياكة شيكوتيني ده ده الأسطورة الدول السابق لكود دي فوار رحب بهذه البطولة بالدور السوبر الأفريقي وقال دي فكرة أيضا رائعة جدا هتجمع الفرق الكبيرة في المنطقة وفرصة لكسب المزيد من المال جوستس مجيشة النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم في أوغندا قال إنه إطلاق دور السوبر الأفريقي من قبل مستر باترس متسب اللي أوضح أعلن الفكرة بنفسه كان متحمس لها جدا قال إن كرة القدم تحتاج إلى المال ووجود منافسة تجلب المال يعني الكثير سيتم تمثيل جميع المناطق في دور السوبر الأفريقي وهذا جيد اللي حيبلغ إجمالي جوائز هذا النظام 100 مليون دولار أمريكي هيحصل الفائز البطل على 11.6 مليون دولار أمريكي شوف نخش في الجدوى المالية لا حلو طبعا ما أنت مدير التسويق في الأهل يعني زي الستداد دول كلهم تكلموا على أنديتهم والأهل ما تكلمش لا لما هيجي الموضوع والموضوع بسيط عنده واضح جدا لكن ده له مغزى أربطه بالواقع المصري بتاعك برضو عشان نستفيد منه المغزى يا أستاذ إبراهيم هو ما عملش مسابقات تفرز المشاركين إنما ذهب إلى الشعبوية إذن عندما تريد أن تنجح أي مسابقة الذي يعنيك الكتل الجماهيرية المرتبطة بالحدث في الوقت اللي الناس بتحافظ على الأندية الشعبوية وتستثمرها بالشكل ده ده أنا هاخد الجانب بقى اللي لازم أتعلم منه أنا سألت أسئلة ومستني إجاباتها مش مستني يعني أن أنا بطلب من الناس حاجة الأياب هتجاوب عليها ضروري يعني لنما أين نحن من استثمار الأندية الشعبية بتاعتنا كل النظام الكروي عندنا يجهد الأندية الشعبية بما فيها الألو الزمالك يعني أنت عملية التضخم في أسعار اللاعبين والمدربين والمناخ العام والإنفاق الرهيب وبتحملني البنية التحتية وبتحملني كل حاجة ما هو ده بيأثر مؤكد على سيطول يوماً الأندية الكبيرة النهاردة أنا لما شوف الترسانة ولما شوف في بداية الموسم وكيفة كنا في حالة هلع وخوف على الإسماعيلي والآن نحن في حالة هلع وخوف على المحلة والاتحاد ليه؟ لأن دي سعادة الناس في مجمل الشعب المصري طبعاً في وجود الأندية دي دي زي المكانه أنت هنا مساحتك كده أنت مساحتك كده لكن لما تركب الصورة خلاص هم دول الشعب المصري بالضبط بالضبط مهما حاولت تعمل شعبية لأندية قوية وجديدة ووهدهم مهمة أنا مش ضدهم أه بس أنك بلاش هم السطول كاملة لا الأيام هتفرز هذا هتفرز هذا حط معاها بقى الغموض في اللي كنا بنتكلم عليه اللعب النظيف اللعب المالي النظيف والتلاعو والرهنات والحاجات دي اللي لازم تتحسم ربما آن الأوان أن ندرس فكرة اندماج الأندية أصحاب الشركات اللي محتاجة تعلن عن نفسها مع الأندية الشعبية يعني كل نادي فيه محيطه وعنده شركة أو اتنين قوي قوي جداً بدل ما تعمل فرقة لوحدك يا سيدي ها سمي نفسك الاتحاد السكندري كذا أو كذا الاتحاد السكندري هو الأهل مش لقى صيغة ويوي السلام واخد بالك لا فأنت تقدر من هنا يحصل أنا كنادي أو كشركة عشر شركات في الأسكندري هتنافسه مين اللي هيلعم على الاتحاد السكندري وشيء لإسمه ويتحمل جزء كبير من ميزانيته وفيه حاجات كتير وصفقاته ومشاكله وصفره وعربيته وطيارته الكلام ده وهكذا الإسماعيلي وهكذا المصري وهكذا المحلة وهكذا ونحافظ على أنديتنا الشعبية إنما يعني تحطيني في منافسة مع وخصوصاً في القطاع الخاص دلوقتي شركات كتير جداً قطاع قص حتلتهم السوق القادم ما تشوف مسابقات الناشئين دلوقتي أندية نرحب بها ولكن في إطار الحفاظ على وجود الأندية الشعبية بمناسبة أفريقيا القرعة بتاع الدور الأبطال اتعاملت الدور انتوا عارفين إن الأهلي ضمن الستة الكبار مع فيه من المشاركة في الدور التمهيد الأول اللي هو الـ 64 لا وفقاً للنتاج في آخر ثلاث مواسم الزمالك حيشارك القرعة في دور الأبطال الـ 64 الزمالك هلعب مع إلكت سبورت التشادي وهذا الفريق على فكرة التشادي ما بتلعبش في ملعبها فربما يتم تعديل هذا الأمر ويلعب الزمالك المباراتين في القاهرة إذا ما اتفق مع إلكت سبورت التشادي وكمان فيه نقطة متعارضة هي رخرة الجيش الرواندي مع التحاد المنستير التونسي الفائز منهم هيلعب مع الأهلي يبقى الأهلي بينتظر الفائز من التحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي هتبعى أي أن كان مباراة قوية جدا في دور الأتنين والثلاثين لنا دايما نبقى لأ منه في الكنفدرالية برامنز هيواجه الفائز من هلال السحل السوداني وجيتا جولد التنزاني في يوتشار في أول ظهور له على السحل الأفريقية هيلعب دور الأربعة وستين برامنز هيلعب في الاثنين وثلاثين فهيستنى الفائز من هلال السحل السوداني وجيتا جولد التنزاني لكن في يوتشار هيلعب في دور الأربعة وستين مع بيت كوبول الأوغندي في دور الأربعة وستين الاتحاد الأفريقي عدل توقيتات القيد الأفريقي وأرسل للاتحادات الوطنية بيقول لهم أنه هيتم فتح القيد حتى 22 أغسطس بدلا من 15 أغسطس يعني تم ترحيله أسبوع وقال أنه اللي حيشارك في الدور التمهيد التاني اللي زي الأهلي حيبدأ القيد من 23 أغسطس لغاية 15 سبتمبر بدلا من القيد الفترة الوانية اللي كان من 1 ل 15 أغسطس وأن الكاف طلب من جميع الفرق المشاركة في الجولة التمهيدية الأولى أنها ترسل تاريخ ووقت انطلاق المباريات كله يحدد موعده بالنسبة لي الأندية المصرية ربما يطرق جديد في تقديم مواعيد المباريات وربما نرجع نلعب بالنهار انفازا لتوجهات وتوجهات مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء حقيقة لننفعل عشان لكده احنا مش منفصلين أبدا عن مصلحة هذا البلد اي لماذا قد نلجأ اللعب بالنهار انت في موقف اقتصادي العالم كل يعاني منه اي فلابد أن تلجأ للحلول الغير تقليدية اي اذا كان احد هذه الحلول للحصول على والحفاظ على قيمة الجنيه المصري ده مؤثر جدا في المطشاط سيبك منطشاط خلينا هاخدها لك واحدة واحدة استحمل اذا كان قاعد الحلول ان احنا نصدر الطاقة بدلا من نستهلكها صدر الغاز الطاقة بشكل عام ما انت هتوفر الغاز و هتوفر الكهرباء يمكنك تصدير الكهرباء اللي انت بتوفرها احنا عندنا طاقة مستدامة يعني ايه انت بتحل حلول مستمرة مع تطوير انه بتعظم حجم الطاقة المنتجة تقدر في يوم من ما تصدر الفقد احنا محتاجين يبقى عندنا فقد دلوقتي في الطاقة استاذ ابراهيم فاذا كلنا في بيوتنا والله اللي كل واحد بشغل تكييف في قطه الناس تجمع في قضة واحدة وتشغل تكييف في واحد مثلا ولما القضة تسع يطفل تكييف حاجات زكيدة يعني السخان شغلوا قبل ما تخش بنص ساعة مش ضرور تسيب الفيشة الغاز دلوقتي يوروبا محتاجه جدا وانت أحد المناطق الذي يعاول عليها في الحلول طب انت بتحتاج منهم القمح وهم بيحتاجوا منك الغاز ما ربنا بيحلالك اهو اي اذا العقل يقول ان احنا كلنا بوعي ونساهم في انجاح توفير الطاقة علشان نقدم نلاقي بقى ايه اللي عايز الفرخة تنزل وتيرخص والخضار يرخص في ايدك وفر الطاقة هيساعد 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 وبالذات في الكرة التوفير هيبقى كتير لان احنا لما نرجع في الدور الجديد وفي الغالب هيبدأ في اكتوبر يعني بداية الزحف نحو الشتة شوية لما ترجع تلعب بالنهار الاندية اللي كانت بتلعب بالليل والملاعب دي كلها مضاقة لا مش هتستالك طاقة بالليل الاندية كلها اللي بتتمرن بالليل محدش هيتمرن بالليل هيتمرن اثناء بالنهار وتوقيت المباريات دي نقطة مهمة جدا ينتظر مراعاة مع الجدول الجديد دي هتوفر لاندية فلوس